المثار اليمني في مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزة هو من بدايته إلى نهايته هو مفاجأة كبيرة لإسرائيل وبهو مفاجأة استراتيجية ولا نعرف ماذا يحمل أكثر وأيضا تلاحظ المثار اليمني أو الموقف اليوم التدرج من إطلاق ثواريخ ثم مصائرات مصيرة باتجاه إيلات تحديدا ثم تحديد السفن الإسرائيلية تحديدا والآن فرد نوع من الحصار البحري بات الإسرائيلي يقررون بأن هذا الحصار هو مفروض عمليا مع ما له من تداعيات ليس فقط اقتصادية جاء الحديث عنها كثيرا إنما التحديات على مستوى الردع والهيبة كبيرة جدا في الوقت الذي إسرائيل تمارس البلطجة والتوحش في مواجهة قطاع غزة وتعرض عضلاتها تبلع السلسانها في مواجهة اليمن وهذا ليس عابسا صحيح أن نحرك السفينة ساعة ستة إلى البحر الأحمر ردا على هذه التهديدات وفي ظل الحديث الأمريكي أنه في نقاش عن قوة بحرية قادرة على تأمين هذه الحركة الملاحية التجارية مجرد الإعلان الإسرائيلي عن تحريك هذه السفينة يظهر أن الهدف منها هو هدف بالأول بالدرجة الأولى معنوي دعاء إعلام حرب النفسية بصرف النظر عن القدرة التي تقوم بها ولكن هذه السفينة ما الذي يمكن أن تفعله إذا ما استهدفت الصواريخ اليمنية سفينة في عرض البحر وهذه السفينة لن تطمئن السفن العالمية التي تدخل ولكن بهذا الموضوع النقاش في إسرائيل الآن الكبير هو أن التهديد اليمني تهديد جدي وأن إسرائيل في السابق أخفقت في استعاب واستشراف هذا التهديد وأنها في كل مناوراتها لم تحاكي التهديد اليمني والآن النقاش في إسرائيل هو حول مسألتين هل تتصدى إسرائيل وتتصدر مواجهة اليمن أم تترك الموضوع للمجتمع الدول والمتحدة الأمريكية الرأي الأفضل والأخصص بالنسبة للإسرائيل هو أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بذلك ومعها المجتمع الدولي بأن أصل الخيارات الإسرائيلية في مواجهة لمن محدودة ما الذي يمكن لإسرائيل أن تفعله مع اليمن على البعض 2000 كيلومتر اليمن الخارج من حرب دولية تلاف دولي عليه إسرائيل إذا لديه ما تفعله وهذا يعيدنا قبل قدر أنه حتى في موضوع اليمن إسرائيل بحاجة الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر